ترجمة نانسي قنقر وغدا إن شاء الله رح يهم كل الأطلس الصحراوي حتى سواحل بحر الأبيض المتوسط دائما مرورا بمدن الهذاب العليا الغربية الوسطى حتى الشرقية وكذا المناطق الداخلية رح يكون مصحوب بأمطار رعدية رياح أيضا تقدر تكون قوية نسبيا تقدر توصل أو محليا تقدر تتعدل 50 كم في الساعة هذا على كل سواحل وحتى المناطق الداخلية للوطن أيضا عنا سماء من صفلة إلى مغشاة جزئية وغائمة في بعض الأحيان إن شاء الله رح تهم كل من شمال الصحراء أيضا منطقة الوحات وصولا إلى شمال منطقة أدرار أو وصولا إلى صحراء تنزروف لكن عموما تقصر سيكون من مستقر إلى صفلة كل الجنوب الغربي أيضا الجنوب الشرقي على مرتفعات الهجر وتسلي حتى أقصى الجنوب سيكون أيضا أن زوابع رملية إن شاء الله هذا الراجع دائما للرياح القوية المتمركزة على كل من منطقة الصورة أيضا منطقة الوحات وحتى في وسط الصحراء فيما يخص درجات الحرارة لناها اليوم بإثني الله أيضا نحتعرف إنخفاض محسوس ونحن نسجل على المناطق السحلية 13 درجة على السواحل الوسطى 16 على السواحل الشرقية للوطن نعدنا 11 على وهران بستغنم حتى بنصاف المناطق الداخلية نعدنا من 10 حتى 15 درجة على مدن الهضاب العليا الغربية عن 8 درجات فقط 13 على مدن الهضاب العليا كمنطقة الأوريس حتى على سطيف وخنشلان 13 درجة 22 درجة على كل من منطقة الوحات كورقلة وحتى منطقة تندوف وحتى على مرتفعات الوقار والتاصيلية لدينا 25 درجة أيضا راح تكون على كل منعين سالح أيضا أضرار وحتى أقصى الجنوب 21 درجة لكم غير دايا رقان وبريال و24 درجة إن شاء الله على منطقة إليزية البحر قبل ما نروحوا البحر منذ وقت طويل لما شفناك درجة حرارة مثل 13 و11 و10 لا تزيد تنخفض إن شاء الله هذا إن شاء الله يعني حنزيد ونحسوا أنه درجة حرارة تزيد تنخفض نوعا ما دائما هدرجة للإطراب الجوي لهم تمركز على وهي درجة حرارة موسمية طبعا ما يعني هي جيد طبيعية وموسمية على هذا إن شاء الله يبقى دائما تقسها كالينها لغا بإذن الله هكي نحي يبدأ يتحسن ابتدأني من نهار الخامس لكن دائما تبقى على المناطق الوسطى والشرقية يبقى دائما إطراب جوي يهم هذه المناطق لكن يبتدأ إن شاء الله من نهاية الأسبوع راح يبدأ تقسي يتحسن يعني نقضي ونقلو عليها أجواء أرابعية نعود ورجعوا للأجواء أرابعية والبحر راح تشوفوا اليوم الرياح إذن البحر البحر لناها اليوم إن شاء الله البحر راح يكون من قليل الإطراب إلى مطربة وهائج في بعض الأحيان نعم معظم المناطق الساحلية راح تكون متغيرة الاتجاه وقوية نسبيا على هذا إن شاء الله قوة الرياح ما راح تتعدى أو تقدر تتعدىها محاليا حتى 60 كم في ساعة على طول الساحل الجزرية أكثر تفاصيل فيما يخص الوضعية الجوية إن شاء الله ترقبوها في اللحقة وعودة إلى بلاتون مورمينك موابع سوشن موابع سوشن